إن أنا فيه كتير قوي يا فاروق بحس إنه فيه لعيبة هي أصلاً ما كانتش بتشارك فأنت مش هينفع يعني أنا كالكريم مثلاً أنا طالع أقول إيه لعيبت النادي لعيلي أنا جماعة مرحقة عشان ضغط المباراة ده هو أغلب أيتهم ما كانواش بيشاركوا أصلاً يهماً اللي تصابه قاعد يريح كتير فهو اللي قاله جمال ده النقطة مهمة جداً طبعاً اللعيبة واضح إن حتى اللي ما بتشاركش ما كانتش منجهزة بدنياً كويس ما دي الفكرة بقى أنت بتتكلم على موسماني أنا 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 كل النقطة اللي الناس اتكلمت عليها في موسماني أنا ما عنديش مشكلة معها سواء الأجازات سواء الرحات اللي كان بيديها هو عارف إن الوقت صعب وكان فيه لعيبة كان لازم تاخد رحات أنا النقطة المشكلة الكبيرة بالنسبة للموسماني إنه هو ما كانش بيدخل لعيبة في ماتشات مهمة وما كانش بيعمل روتيشن بشكل كبير كان بيعتمد على لعيبة معينة واللعيبة دي ظهرت وانهكت دلوقتي لكن أنا عايز أتكلم أنت كلجنة التخطيط أو زي ما سمينا الأهلي لجنة التخطيط أنت مطلوب منك تخطط تخطط لإيه؟ تعمل جدوى الزمني للفترة اللي أنت فيها لو من ثلاث سنين الأهلي عمل جدوى الزمني وتنبأ بالوضع كان هيتنبأ بالوضع اللي هو فيه دلوقتي بداية من الدوري الأصر إنه هو يكمله وياخده وتلاحهم المواسم لو الأهلي كان فكر في وقت زي ده كان قد لعيبة الروحة وكان عارض تكملة الدوري وكان خد خلاص الارزنامة نفسها كانت تزبطت فانت نقطة الإجهات دي بيتحملها صناع القرار في النادي الأهلي نيجي للنقطة الفنية ودي حاجة مهمة جدا اختيار سوارش دلوقتي أنا فكرني في 2011 في الأهلي مر بنفس الأزمة دي أو شبه أزمة مشابهة يعني لما حسام البدري كان بدأ الموسم بشكل سائق جدا جيب عدي القرار بالإقالة وتولع كابتن عبدالعزيز عبدالشافي الفترة كانت فترة صعبة جدا أربعة تعادلات ومنهم تعادل ضد النادي الزمالك الأهلي كان بيفكر في بديل فكر في مين فكر في منو الجزي منو الجزي مدرب عنده خبرة بإيه بقى بخبرة باللعب المصري وعرف إزاي يجي في نص موسم يقدر يكمل الموسم أو ظروف طبعا مختلفة ودلوقتي ديسكواردت على الأهلي منهك وكل حكا لكن برضو منو الجزي جي في نص الموسم سواء كان منو الجزي أو أي مدرب أنت دلوقتي محتاج مدرب عنده خبرة باللعب المصري عنده خبرة بالمنافس واللعيبة اللي بتواجهك عنده خبرة بالتحكيم إزاي يتعامل مع قطقم التحكيم المصرية لأنه بيبقى فيه مدرب بره بيقدر يؤثر على حكم جوة الملعب ويخلي القرار أنا مش عايز مدرب يؤثر على حكام لهنا ولا هنا أنا عايز حكم يمشي بشكل جيد ما هو احنا تكلمنا في النقطة دي أبل كده تكلمنا في النقطة أنه المطشاط اللي جاية دي بنات ما تتحملش أخطاء التحكمية لكن الأخطاء التحكمية ظهرت ظهرت وبشكل واضح جدا فده بيؤثر كتير جدا على المنافس نيجي النقطة تانية أنت اللعب دلوقتي أنت محتاج في الندي الأهل دلوقتي اللعيبة اللي موجودة على مقاعد البودراء كان لما اللعيبة الأساسية بتلعب كان فيه دايما كده حاجة متصدرة أن الأهل عنده دكة بودراء نظريا قوية جدا لما احتاجت دكة البودراء دي واللعيبة ظهرت اللعيبة لصفقات اللي موجودة دلوقتي دلوقتي أدلت الأهلي أو لاجمة تقديد تعقدت معها ظهرت اللعيبة دي على حقيقتها اللعيبة دي فيه لعيبة منهم كتير جدا أقل من نادي الأهلي صفقات كتير جدا الأهلي ما استفدش منها لو أكلمنا على الأسماء حدث ولا حرك اللعيبة دي كانت موجودة على مقاعد البودراء ويمكن الجماهير كانت بالطالب أنها تبقى موجود ووقت ما احتاجها نادي الأهلي ووقت ما كان بيحتاجها سواء مسلماني أو احتاجها دلوقتي سوارش اللعيبة دي ما قدمتش الإضافة ليه؟ لأن اختيارات النادي الأهلي أو اختيارات الصفقات فيها مشكلة كبيرة يعني يمكن شفت حلقة كنت تكلمت انت عليها من يومين عن اختيار بقى لك خمس فترات انتقلت ما فيش لعيب جي علي القيم أو لعيب جي مؤثر مؤثر في التشكيلة الأساسية اللعيبة دي وقت ما احتاجتها دلوقتي وده مشكلة كبيرة هي للمؤثرات الوقت ما قدمتش الإضافة صح فيه فجوة كبيرة من بين اللعب الأساسي وفي المستوى أنا ما اتكلمش بقى في المستوى البني دي حاجة مفروج منها لكن فجوة فنية كمان البديل بتاعه مش بنفس المستوى صحيح